اشتركوا في القناة نعم واشهد رئيس مجلس الشورى بما يوليه سموه من بالغ الاهتمام والدعم المستمر لعمال مجلس الشورى وبحرص مشهود على تعميق مجالات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشراعية بما يرسخ النهج الديمقراطي لمملكة البحرين ويعزز من مكانتها بين الدول المتقدمة في جميع المجالات التنموية قال رئيس مجلس الشورى في برقيته عن المبادرات والخطوات التي تتخذها الحكومة الموقرة لمساندة مسيرة وعمل السلطة التشريعية يؤكد دعم سموه الكريم لكافة الجهود المخلصة التي يبدلها مجلساء الشورى والنواب من أجل رفعة مملكة البحرين الغالية وترسيق المبادئ الوطنية والديمقراطية حيث أن اهتمام ومتابعة سموه لما يتحقق من نجاحات على مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر امتدادا لحرص سموه على توسيع مسارات العمل الوطني المشتركة وتعزيز مبادئ التشاور والحوار البناء لتحقيق المزيد من الطموحات والتطلعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وترفض المسيرة الوطنية والتنموية بالمزيد من الإنجازات والمكتسبات وتنهب بمجالات التطور والنماء المتعددة أكد الصالح على مواصلة المساعي والجهود وتوطيد مسارات التعاون وتنزق المثمر مع الحكومة الموقرة والعمل على سوق مبادرات تشريعية تسهم في حصد إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل الوطني في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا سائلا المولى عز وجل أن يوفق سموه أن يحقق بجهوده المخلصة الطموحات الوطنية والتنموية التي ينشدها الوطن الغالي والمواطنون الكرام وفق الرؤى الملكية والنهج السديد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا